باب من الشرك النذر لغير الله من العلماء من يقول ان النذر لغير الله الشرك اكبر مخرج من المين. لماذا? لانه عندما نذر لهذا هو يعطنها. الحنف بغير الله الاصل فيه شيء يؤثر وقد يصل الى الاكبر. لكن النذر يقول الشركة. احكام النذر واحكام اليمين متقاربة جدا. ولهذا الفقراء رحمهم الله يقول كتاب الايمان والنذور. لماذا? لان الاحكام متقاربة. فالتقارب جعلهم فيه كتاب واحد في باب واحد. مفهوم? اين? لكن في الحكم لا. الحنف بغير الله. الاصل فيه شرك اصدر وقد يصل الى الاكبر. اما النذر لغير الله شرك اكبر. النذر لغير الله شرك اكبر. ولا منعقد. يعني لا وفاء ولا كفار. بل فيه التوضع. لا لكن النذر الى نذر لله لابد ان يفر او يكفر كفارك يمين. ولا تتلفظ بالنذر. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. لا تتلفظ بالنذر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وقال نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير. يعني ما يقدمه لابد. وانما يستخرج به من البقين. بعض الناس ما يتصد. وعنده عجوز. قريب على النهى. يقول لله على ذر. لو شد الله هذا العجوز اذبح بقر. تضرع العجوز. يقول ما لا اصنع اذبح بقر كيف? كثير. مقروم؟ نعم.